السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم جميعا إن شاء الله تكونوا بألف خير معكم المهندسة أمين ورحلاق واليوم هو درسنا الأول بمادة الإحصاء الحيوي البيوستدستيك مثل ما حكينا بالفيديو التعريفي وقت اللي شرحنا عن محاور الكورس قالنا بي أنه رح نبدأ بدرس اللي هو درس الجدش أو المدخل إلى علم الإحصاء الحيوي بهذا الدرس رح نحاول قدر الإمكان أنه نعمل تحمئة للدروس القادمة نتعرف أكتر على معنى كلمة الإحصاء ومعنى كلمة الإحصاء الحيوي طيب شو رح يكون ضمن درسنا لليوم أو عن شو رح نحكي بدرسنا اليوم درسنا اليوم رح نحكي فيه عن ما هو الإحصاء تعريف الإحصاء بشكل عام وبالمعنى الدقيق لكلمة الإحصاء ومن بعد هيك نحن ننتقل من تعريف الإحصاء العام إلى تعريف الإحصاء الطبي واللي هو محور كورسنا رح نشوف كيف صار الانتقال ما بين الإحصاء والإحصاء الطبي وتخصصنا بالمجال الطبي أكتر من بعد هيك رح ننتقل لنحكي عن أهمية واستخدامات الإحصاء الطبي أو بمعنى تاني استخدام الإحصاء في المجال الحيوي أو في القطاع الصحي يعني رح نعرف الإحصاء ننتقل لنتخصص بالإحصاء الطبي ومن بعد هيك رح نقول ليش نحن أصلا لجأنا للإحصاء الطبي شو هي استخداماته وشو هو أهميته بالمجال الصحي ومن بعد ما نحكي عن استخدامات الإحصاء بالمجال الطبي رح ننتقل لنحكي عن أكتر تصنيف شائع للإحصاء أو أهم قسمين بمجال الإحصاء واللي هنا الأقسام الرئيسية رح نحكي عن تعريفهم بشكل عام ونحكي عليهم أكتر لما رح يجي وقتهم ضمن هذا الدرس طيب هلأ من دون ما نحاول نكتر كتير بالحكي خلونا نبلش بأول سلايد لقلنا بهذا الدرس واللي هو الستاتيك أو الإحصاء شو يعني كلمة أو الإحصاء أو شو هو علم الإحصاء إذا حاولنا رح حتى نعرف علم الإحصاء بنحسن نقول إنه علم الإحصاء هو العلم اللي بيتضمن التقنيات والطرق المستخدمة في جمع المعلومات وتصنيفها وتحليها والحصول على النتائج لاستخدامها لصالح هدف معين بشكل عام هذا التعريف هو منحسن نقول إنه التعريف العلمي لعلم الإحصاء يعني إذا فتحنا ندور عن شو يعني علم الإحصاء رح يطلع معنا هذا التعريف ولكن خلونا نشوف كلمة كلمة وفكرة فكرة شو منقصد يعني ممكن واحد أول ما يقرأ التعريف يشوفه شوي غريب أو شو معناته أصلاً هذا التعريف طيب إذا حاولنا نفحصه هيك بشكل تفصير اللي رح نقول إنه نحن عنا علم هاد العلم في عنا طرق وتقنيات هاي الطرق والتقنيات وين عم نستخدمها؟ عم نستخدمها لحتى نجمع المعلومات طيب شو هي المعلومات اللي عم إجمعها؟ نقصد بكلمة المعلومات أو المعطيات أو الـ data أو بالتركي بنقول عليها very فشغلنا بعلم الإحصاء رح يكون على هاي الكلمة أو على هاي المعطيات أو الـ data أو الـ very يعني نحسن نقول بعلم الإحصاء هون رح يكون عندي الكلمة المفتاحية يعني تخيلوا أنا رح يكون فيها عندي مجتمع إحصائي معين طبعاً كلمة مجتمع إحصائي ممكن تكون كمان لسه جديدة للبعض ولكن نقصد فيها مجتمع إحصائي أنه نحن في عنا هون تجربة وهي التجربة فيها عينات طبعاً هون شوية عم نشرح بشكل جنال أكتر أو عام أكتر ولكن لتقريب الفكرة فنحن هون عنا عينات معينة هاي العينات عم ناخد مننا معلومات هاي المعلومات هي الـ very أو الـ data أو المعطيات طيب شو عم بعمل فيها لهاي المعطيات؟ أول شي عم قوم فيها عم صنفة طيب تصنيف تبعاً لشو رح يكون؟ على حسب هدف التجربة اللي أنا عم قوم فيها طيب من بعد ما صنفت المعلومات شو رح أعمل؟ رح قوم بتحليل هاي التصنيف اللي أنا حصلت عليه ورح أحصل على نتائج استخدمه لصالح هدف معين شو يعني لصالح هدف معين؟ يعني مثلاً أنا عم قوم بتجربة لحتى وصل لقرار أو عم قوم بعملية إحصائية لحتى وصل لتصنيف فمن بعد ما أجمع المعلومات وأعمل تحليل لنتائج اللي طلعت معي رح أحسن وصل للقرار اللي أنا برأيي هو القرار المناسب على حسب العملية الإحصائية اللي أنا قمت فيها طيب خلونا نحاول نعطي مثال مثال كتير 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 بسيط مثلاً تخيلوا أنه أنا عندي مجموعة من الكائنات الحية فرضاً هذا مجتمع إحصائي معين أنا عم بدرس عليه وهون عندي كائنات حية هدول المربعات فرضاً هي كائنات حية وحدا قال لي أنه باستخدام الإحصاء أنا بدي أدرس الكائنات الحية الموجودة هون أو بدي أصنف الكائنات الحية الموجودة هون إلى كائنات قادرة على السباحة وكائنات غير قادرة على السباحة طبعاً مثال كتير كتير بسيط ولكن لحتى نقربه لأذهاننا أكتر فأنا شو بعمل باخد الكائن الأول موجود هون اللي أنا بدي أقوم عليه على الدراسة وقوم بالتجربة عليه وبشوف هل هو قادر على السباحة طيب بشو بأصد بالتجربة؟ مثلاً بهاي التجربة خليه نقول أنه بجيب بركة مي وبحط الكائن فيه هل هذا الكائن قادر على السباحة أم لا؟ إذا كان قادر على السباحة فأنا رح صنفه بمجموعة A ورح صنفه بمجموعة B القادر على السباحة رح حطه A والغير قادر على السباحة رح حطه B وهكذا فرح يطلع عندي من بعد ما قوم بهذه التجربة مجموعتين هنه A وB صنفت في الكائنات اللي أنا عندي والمعطيات كانت أنه في كائنات قادرة على السباحة في كائنات غير قادرة على السباحة ونتيجة هذا الإحصاء أو هذا المثال الإحصائي أنا طلعت بنتيجة هي النتيجة هي عبارة عن تصنيف للكائنات الموجودة فكان عندي هون هو الهدف الموجود هو تصنيف هاي الكائنات طيب معناها نرجع منلخص الفكرة العامة بعلم الإحصاء الشيء اللي أنا عم باعتمد عليه بالصورة الرئيسية أو الكلمة المفتاحية لعلم الإحصاء رح تكون عندي المعطيات أو البيانات اللي أنا رح أستخدمها طبعا هاي البيانات اللي أنا رح تكون عندي على حسب التجربة رح تختلف فممكن أنا استعملها بمثلا مجالات صحية مثل عنا البيوستاتيستيك أو ممكن استعملها بمجالات اقتصادية أو بمجالات اجتماعية على حسب المجال اللي أنا عم قوم فيه بالعملية الإحصائية طبعا فيه عنده النقطة كتير مهمة كمان ممكن ننوها عليها واللي هي أنه المعطيات أنا بحاجة لأنه تكون معطيات بحاجة أنه تكون معطيات كافية ليش كافية؟ لأنه هاي المعطيات أنا بيتطالع منها نتيجة هاي النتيجة ممكن تتحول لنظرية أو لمعلومة عامة بدي عممها على كل المجتمع أو على كل هاي النوع من الكائنات فمشان هيك أنا بحاجة لأنه بالصورة الرئيسية أنه تكون معطياتي كافية وتمثل المجتمع الإحصائي تمثيلا صادقا طبعا هاد الشيء له عامل اختيار عدد المعطيات بالإضافة لهاد الشيء العامل الثاني أنه يكون اختياري للمعطيات صحيح طبعا هاد الشيء كمان رح يكون فيه إنا درس قادما رح نشرح فيه عن كيفية الأرني كلمة أو السامبليك اللي نستعمله بعلم الإحصاء طيب من بعد ما حكينا عن علم الإحصاء أو تعريفه خلونا نحكي عن شو الهدف من علم الإحصاء يعني أنا لكل علم معين أنا في عندي حاجة ولدتلي هاد العلم طب شو الهدف؟ الهدف هو اتخاذ قرارات مناسبة من بعد الحصول على النتائج من بقصت فيه النتائج؟ النتائج اللي أنا قمت فيه من بعد تحليل البيانات طيب شو الصورة اللي بديها تكون؟ الشرط اللي أنا بديها يكون أنه أقصر فترة ممكنة أو أقصر زمن بالإضافة إلى أقل تكلفة وأقل عدد من المعطيات فأنا صح بدي وصل للقرار المناسب ولكن أنا بحاجة كمان لأنه يكون فيه عندي أوبتميزازيون يعني حالة مثالية واللي هي يكون زمن قصير الكلفة قليلة وعدد المعطيات أقل ما يمكن ليش عدد المعطيات أقل ما يمكن؟ لأنه رح يكون فيه عندي جهد أقل بالإضافة إلى تكلفة أقل أقصر زمن ممكن لأنه أنا بحاجة إلى الحصول على النتيجة بشكل سريع نوعا ما لحتى وصل للقرار بأسرع وقت ممكن طيب حكينا عن الأحصاء واللي مثل ما قالنا أنه نحن نستعملوا بالقطاعات المختلفة ولكن كورسنا لليوم ما عم يحكي عن الأحصاء بشكل عام وإنما عم يحكي عن البيوستيديستيك واللي هو الأحصاء الطبي أو الأحصاء الحيوي منحسن نقول عليه نوع من أنواع الأحصاء أو بمعنى آخر هو تصنيف من تصنيفات الأحصاء بشكل عام الأحصاء الطبي أول ما تم استخدامه استخدم باليابان طبعا لي المعطيات التاريخية اللي عنا بهذاك الوقت صار في عنا حاجة لتسجيل المعلومات وتتراكم صار في عنا بعض العلماء اللي حاولوا يدرسوا هاي المعلومات ويشوف التغييرات اللي عم تصير فيها على مدى الوقت واكتشف من بعد هيك الأطباء أهمية دراسة هاي المعلومات لتفيدهم بالقطاع الصحي وحتى يأخذوا بعض القرارات اللازمة ويدرسوا وضع البلد بشكل صحي فمن بعد ما صار في عندي هاي الحاجة وهي الأهمية لهاي المعطيات صارت العلماء أو الأطباء اللي يركزوا أكتر لأخذونا مثلا نعمل تجارب على المنضى الفلاني لأخذونا نعمل تجارب مثلا على المجتمع الفلاني على الوضع الصحي على المركز الصحي الفلاني صار فيه التغيير ما شو أثر على المجتاع وكتير من الأسئلة الثانية اللي الأحصاء لا أجواب لا ألم من بعد هاي الشغلات صار في عننا اختصاص أكتر صار علم الأحصاء خلينا نقول ناخد مكانه بالشكل الصحيح أكتر وصار له استخدامات بالتشخيص بالعلاج وبالوضع الصحي للبلاد بشكل عام فإذا بدنا نقول عن شو مسؤول الأحصاء الطبي بنحسن نقول إنه مسؤول عن المعلومات الصحية التي تأخذ من المجالات الطبية الأخرى يعني فرضا في بعض أو مثلا أحد من العلماء أو أحد الأطباء بده يقوم على تجربة معينة فأنا باخد منه هاي المعلومات من مقصد في المجالات الطبية الأخرى مثلا بدي يقوم على فئة معينة في عندهم المرض الفلاني بدي أدرس عليه الظاهرة معينة منه فأنا باخد هاي المعلومات وبحصيها من من؟ من الطبيب أو من الكادر الطبي المشرف عليها وبعدها يقوم بدراسة هاي المعطيات الموجودة عندي طيب أخدت من المجالات أو العلوم الطبية الأخرى ومن بعد هيك رح أشتغل عليها لحتى وصل لي القرار الصائب القرار الصائب ممكن يكون علاج معين ممكن يكون تصنيف معين لمرض ما ممكن يكون أنا في عندي مثلا نقص بعدد المشافي أو لازم كتر الكادر الصحي الموجود فالمجالات مختلفة جدا تهتم بكل شيء له علاقة بالمجال الصحي الخاص بي أو بالتجربة اللي أنا عم قوم فيها بالأحصاء طيب من بعد ما قلنا على هذا الشيء كمان في عندنا شغلة أنه الإحصاء الطبي ما بيكون بس على المجتمع وإنما رح يكون فردي أو خلينا نقول على مستوى الشخص وممكن يكون كمان على مستوى المجتمع طبعا هاي التصنيفين رح نلاحظون أكتر بموضوع استخدامات البيوستاتيستيك بالمجال الصحي فرح نخليه شوي هيك لبعدين ولكن مهمنا نعرف أنه منستخدمه على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع بشكل عام إذا حاولنا نلخص الفكرة رح نقول أنه في عندنا عدد من الأشخاص خلينا نقول مثلا هون عدد من الأشخاص أو الكائنات اللي أنا عم قوم فيها على تجربة معينة طبعا بقصد هون بالتجربة تجربة طبية كونه عم بحكي عن الأحصاء الطبي من بعد ما قمت على هاي التجربة رح يكون في عندي ردود فعل مختلفة لكل كائن موجود هون مثل شو؟ إذا خلينا نقول أنه في عندي أنا هون مجتمع أحصائي بدي أعطيه دواء معين وهذا الدواء أنا عندي هون مساء المجتمع كله مصاب بمرض هاد المرض طبقت عليه هاد الدواء كل شخص موجود هون أو كل فرد من هاد المجتمع رح يكون في عنده ردة فعل مختلفة يعني ردة فعل يعني جسمه رح يكون استجابته لهاد الدواء مختلفة طيب ردة هاي الفعل رح تكون تبعا لشو؟ أما رح يكون في عندي عوامل دوائية يعني أنا في دواء معين أخدوها دول الأفراد ونتجت عنه ردة هاي الفعل أو ممكن تكون هاي النتيجة مثلا مجرد صدفة لأنه هاد الشي بيحصل كمان بعلم الأحصاء مجرد صدفة أو حظ طلع عندي هاي ردة الفعل أو ممكن تكون ردة الفعل خطأ بالقياس أو ممكن تكون تابعة لخصائص الفرد اللي عطى ردة هاي الفعل فهي ردات الفعل أنا رح أخذها ورح أدرسها ورح أهتم فيها لحتى أحصل على النتيجة اللي بديها أو بلا بديها النتيجة التي أحتاجها مشان ما يكون موضوع عامية جدا في عندي مجتمع قمت عليه على تجربة معينة هاي التجربة أيا كانت بأي غرض ممكن من بعد ما قمت على هاي التجربة رح أدرس ردات الفعل طيب سؤال وين كلمة المعطيات بهاي التجربة كلمة المعطيات وقت أنا عمقول في عندي ردات فعل مختلفة فهي بقصة في المعطيات اللي حكينا عليها بالبداية فكل ردة فعل هي عبارة عن رقم أو عبارة عن قياس رح يمثل عندي داتا هاي الداتا أو الفيري هي رح أقوم فيها بالتصنيف والدراسة لحتى أحصل على النتيجة اللي أنا بحاجة لأنه وصلها سواء كانت مثل ما حكينا قرار تصنيف أو أيا كان غرض رح نحكي عليه اتباعا بالدروس القادمة طيب من بعد ما عرفنا الأحصاء الطبي طبعا في معلومة أخيرة خلينا نلخص فيها واللي هي أنه الأحصاء الطبي فرقه عن الأحصاء للناس اللي عندنا دائما إشارة استفهام حول هذا الموضوع الفرق هو أنه أنا باستخدم الأدوات الأحصائية لخدمة المجال الطبي أو لخدمة الطب يعني أنا فعليا الأدوات الأحصائية شو بقصد فيها؟ أي طرق أحصائية أنا باستخدمة بعلم الأحصاء رح شيلها وتبقى على العينات الطبية طيب هل رح يختلف معي الموضوع؟ رح يختلف من أي ناحية؟ رح يكون في عندي بعض المسميات الجديدة؟ رح يكون في عندي هيك شغلات خاصة بالمجال الطبي ولكن نحن لساتنا ضمن الأحصاء يعني لساتنا ضمن علم الأحصاء طيب من بعد ما حكينا على تعريف الأحصاء الطبي بشكل عام خلونا ننتقل لنحكي عن أهمية أو استخدامات الأحصاء الطبي أو نحن صار عنا أحصاء طبي ولكن وين منستخدمه بالمجال الطبي أو بالقطاع الصحي؟ في عنا 8 استخدامات للأحصاء في المجال الطبي رح نحكي عليهم بالترتيب ونبلش بأول استخدام للأحصاء واللي هو استخدام الإحصاء في التصنيف أو تصنيف الأحياء شو يعني هاد الحكي؟ هاد الحكي بيعني أنه نحن بحاجة لحتى نتعرف على الأحياء الموجودة من حولنا بالكون أو بالكرة الأرضية بحاجة لتصنيف فدائما منلاحظ حتى وقت المدرس علم الأحياء بشكل عام منشوف أنه في عنا تصنيفات معينة للحيوانات تصنيفات معينة للنفاتات أو حتى للإنسان طيب هاي التصنيفات كيف منحصل عليها؟ هاي التصنيفات منحصل عليها عن طريق بعض التجارب اللي منقوم فيها على هاي الأحياء ومنشوف ردة فعلهم فمثلا شفنا ردة الفعل للكائنات الحيية الموجودة عندي بمجتمع معين وصنفناه لمجموعة A و B مثل ما حكينا بالمثال السابق مثلا اللي حكينا عليه تبع الكائنات اللي بتصبح واللي ما بتصبح فصار عندي هاد التصنيف هاد التصنيف رح استخدمه فيما بعد بالدراسة أو حتى بدراسة هاي الأحياء الموجودة طبعا شو حكينا؟ حكينا عندي كائنات عندي تجربة عندي رد فعل فصار عندي إحصاء وردات الفعل درسته على حسب أو على شكل بيانات أو معطيات لحتى نوصل للتصنيف اللي أنا بديه طيب هذا التصنيف ممكن يكون على الأناتومي يعني الشكل أو البنية للكائنات الحية أو الفيزيولوجي واللي هو الفونكسيون للكائنات الحية وأجسام هاي الكائنات الحية فهي التجارب رح تختلف على اختلاف الخاصية اللي أنا بدي يصنف عليها هاي الكائنات طيب إذا مننتقل للإستخدام الثاني للإحصاء الطبي فممكن نقول استخدام الإحصاء الطبي في التشخيش والعلاج شو يعني هاد الحكي العملية التشخيصية نقصت فيها أنه نحن لحتى نشخص المرض بدنا نعرف الأعراض يعني كل مرض هو في عنده أعراض معينة بتطلع فمن بعد ما أنا شوف كل هاي الأعراض بشخص المرض بأنه هو المرض الفلاني طيب هاد الشي كيف رح استخدم الإحصاء الطبي فيه إذا أنا كان في عندي مجموعة من الأفراد مصابين بنفس المرض فأنا رح طلع على أعراضهم وشوف شو هي الأعراض المشتركة بيناتهم وشو الأعراض اللي زهورها كان قليل وشو الأعراض اللي كان زهورها كتير وكل هاي الشغلات بدرسة لحتى بالأخير شخص مرض معين إذا بدنا نحاول نقرب الموضوع أكتر خلونا نذكر موضوع الكورونا وأول ما طلعت الكورونا البيانات والمعطيات اللي كانت عم تطلع عندي عن أعراض المرض هي تماما كانت إحصائية فنحن لما انتشر الفيروس صارت وزارات الصحة ترائب أعراض هذا المرض على المجتمع اللي عنده وتشوف بعض الأشخاص مثلا طلع عندهم العراض الفلاني بعض الأشخاص طلع عندهم العراض الفلاني أو مثلا العراض الفلاني طلع ولكن مو عند الكل فطلع مرتبط بمرض معين موجود بس عن هدول الأفراد فهي الشغلات كلها هي عبارة عن معطيات إحصائية بتساعدني لحتى أنا قوم بعملية تشخيص المرض مثل ما حكيت نحن في عنا ردات فعل فهدول الأشخاص عادوا ردات الفعل أنا عم بدرسة وعم بدرس ارتباطة بمعطيات تانية أو بمتغيرات تانية طيب أما بالنسبة للعلاج والمدة العلاجية فكيف عم يكون تأثير الأحصاء تأثير الأحصاء بالعلاج عم يكون كالآتي أنا مثلا عندي مرض وأنا قمت بإعطاء دواء معين هالدواء شو بعمل بقوم بإعطاءه لفئة هاي الفئة قوم بالدراسة عليها يعني عطيتهم العلاج ومن بعد هيك بشوف استجابة جسمون لأله يعني بعض الأشخاص استجابوا بعض الأخاص لا شو نسبة نجاح العلاج على هدول الأشخاص وكتير من الأسئلة التانية بحس نجاوب عليها عن طريق الأحصاء أو حتى مثلا ممكن خطر لي كمان فكرة أنه الرشيتات اللي بتكون موجودة على الدواء كيف بيكون عندي مثلا بيقولوا فيه أعراض ظهورة كتير أعراض مثلا متوسطة الظهور أو أعراض نادرة الحدوث هدول الأعراض كلها كيف بتتم تصنيفه عن طريق دراسة الإحصائية مثلا عطينا هاد الدواء لعدد معين من الناس في بعض الأشخاص طلع عندهم هاد العراض بعض الأشخاص طلع عندهم هاد العراض أو كل الأشخاص طلع عندهم العراض الفلاني فهيك بتم تشخيص الأعراض على حسب المادة الدوائية المعطاة وعلى حسب ردود فعل الأشخاص اللي عم بعطيهم هاد الدواء طيب إذا بدنا ننتقل لنحكي عن الاستخدام الثالث للأحصاء الطبي فمنحسن نقول أنه يستخدم الأحصاء الطبي في الأبحاث العلمية طيب إذا بدنا نحكي عن الأبحاث العلمية بشكل عام شو الهدف من البحث العلمي الهدف من البحث العلمي أنه أدرس متغير ما وراقب حركته ووصل لنتيجة معينة وتماما هاد الشي اللي بقوم فيه بالأحصاء الطبي فأنا فيه عندي متغير عم أدرس هاي الحركة اللي هو فيه عم تابعه وشوف تأثيره على المتغيرات التانية أو على المجتمع الإحصائي بشكل عام بعدها بقوم بيرقبط هاي المتغيرات الموجودة لحتى وصل لون لحتى وصل للنتيجة اللي أنا عم أبحث عنها طيب بشكل عام طالما عم نحكي عن الأبحاث العلمية أو أهمية البحث العلمي أو أهمية الأحصاء الطبي ببحث العلمي خلونا نحكي عن مراحل البحث العلمي لحتى نعرف أكتر ارتباطه بالأحصاء البحث العلمي أول الشي بداية نبدأ بالتحضير يعني أنا بحضر للبحث أو للتجربة اللي أنا بدي يقوم فيها ومن بعد هيك بقوم بالتخطيط يعني أول الشي رح أعمل هيك بعد رح أعمل هيك بعد رح أعمل هيك ومن بعد هيك بقوم بجمع المعلومات أو البيانات أو البيانات الناتجة عن هاي الدراسة ومن بعد جمعت عن المعلومات بقوم بعملية التقييم والتحليل ومن بعد التقييم والتحليل رح أوصل للنتيجة العلمية اللي أنا عم دور فيها طيب بهي السوريج أو بهي المدة أنا رح كون عم استخدم علم الإحصاء أو رح قوم بعملية الإحصاء على المتغيرات والمعلومات اللي طلعت عندي لحتى أقوم بتحليله وأوصل للنتيجة اللي أنا بديها طيب ظلانا عنا أنه في عنا 8 استخدامات للإحصاء الطبي فظلانا عنا حالياً 5 استخدامات خلونا نحكي عليهم بالقسم الثاني من الدرسنا لليوم واللي هو الدرس الأول للإحصاء الطبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته